نكس مجلس النواب أعلامه في مقر المجلس حدادا على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا وذلك عملا بقرار رئيس سيسي بإعلان حالة الحداد العام وتقدم المستشارة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساه للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن متعددة من المملكة كما تقدم بخالص العزاء والمواساه إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار داعيا المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين